اشتركوا في القناة صاحب المسيرة الرائعة والسيرداتية الرائعة والخلق الرائع ما شاء الله عنه قدما نحكي عنه الواحد ما بو في حقه الكابتن عيسى الترك ومرحلة جديدة مع الحسين إربد خلال الفترة المقبلة كل توفيق لكل المدربين الوطنيين كل توفيق لكل أنديتنا الأردنية لظهور بالشكل الأمثل يسعد مساك يا كابتن منورنا اليوم ما شاء الله عنك الله يكرمك مساء الخير مساء الخير لكل مشاهدين نحن مبسوطين بتواجدك معنا اليوم عارفين الوقت متأخر شوي بس يعني بنشكرك على تواجدك معنا ونحن عارفين كان عندك تدريب وأيضا أمور لكن جماهير كرة القدم الأردنية لحق عليك لازم دائما تكون موجود كابتن أكيد بارك الله فيك يا سيد طيب أول شي كابتن مبروك طبعا استلامكم المهمة في وقت صعب وأيضا توقيت صعب جدا بالنسبة لأي مدرب أنه يمسك فريق في مثل هيك فترة لكن الكابتن عيسى الترك والحسين إربيد الآن والمسيرة وأكيد بلا شك يعني التوقيت مش سهل على أي مدرب يعني عادة كل مدربين بس احنا بتعرف كمدربين وطنيين اقراب كثير لكل الأندية يعني من خلال يعني سنوات طويلة أكيد عادة المدرب الوطني هو الأقرب يعني حتى في كل البلدان العالمي حتى بتتم تغيير سواء مدرب منتخب أو أندية بالجولة المدرب الوطني هو أدرى في اللاعبين في الدوري في أمور كثيرة مرحلة أكيد صعبة يعني قدها يا كابتن قدها لكن الله يكرمك ولكن أنا باعتقادي أنه نادي الحسين نادي كبير بإدارته رئيسه لاعبينه لاعبين على مستوى طيب يعني لا معنى هذا يكون يعني أنا باعتقادي الحظ ما خدم الفريق في مباريات كثيرة لكن هاي كرة القدم مرات وإحنا دايما بنقول أنه إحنا كمدربين وطنيين كلياتنا في خدمة الأندية الأردنية وهذا واجبنا والتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى الله يعطيك العافية كابتن طبعا راح نبلش فقارتنا هاي بتقرير عن الكابتن عيسى تورك والمسيرة المقبلة مع الحسين أربن خلينا نشوف التقرير ونرجع تنتظر المدرب الوطني عيسى تورك مهمة لن تكون سهلة حين كلف بقيادة الحسين أربد خلال المرحلة المتبقية من عمر الدوري التورك الذي يعتبر واحدا من أعرق المدربين المحليين يعي تماما أنه مقبل على اختبار حقيقي خصوصا أن الفترة التي استلم بها تدريب الحسين أربد ستجعله في مواجهة الاختبارات دون أن يملك أي فوصة للإعداد والتحضير لهذه المواجهات إدارة الحسين وضع ثقتها بالتورك لما يمتلكه من خبرة طويلة في قيادة المنتخبات الوطنية والأندية المحلية وكان آخرها الجزيرة الذي أشرف على تدريبه خلال المواسم السابقة واستطاع أن يحقق معه المركز الثاني في الموسم الماضي وأن يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة كأس الاتحاد الأسيوي التشكيلة التي سيقودها التورك يملك فيها العديد من النجوم والأسماء اللامعة ويكفي أن نذكر منه ماشيشاني وأكرم الزوي وعبدالله أبو زيتون وسلمان السلمان وأناس بنياسين وجماهير الحسين تأمل أن يحسن التورك من موقعهم في ترتيب الدوري حيث يقضع الفريق في المركز الثامن بخمسة عشر نقطة وهذا المركز لا يلبي طموحهم خصوصا أن إدارة النادي عاملت على إقرام العديد من الصفقات وصفت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بأنها مدوية أول اختبار سيخوضه التورك سيكون أمام نديه السابقة الجزيرة الخميس المقبل والفوز بهذا اللقاء سينحه وولاعبيه بكل تأكيد جرعة معنوية كبيرة فيما تبقى من مباريات لهذا الموسم طبعا كابتن عيسى يعني مسيرة ما شاء الله عنها ممتازة بلشنا مع الحسين إربيد تدريبك وأيضا إشرافك على اللاعبين والوضع العام وما ينتظر الفريق خلال المرحلة المقبلة أسيد أكيد بلا شكة وأنا بالنسبة لك بشكر إدارة نادي الحسين ورئيس نادي الحسين على الثقة اللي يأولوني إياها وإن شاء الله أنا والجهاز التدريبي معي الكابتن عبد الكريم الشتفان ومعنا كمان الكابتن مدرب الحراس اليوم إن شاء الله بنتهي التعاقد معه يعني أنا باعتقادي أنه فريق الحسين كنا متفقين أنه فريق يضم نجوم كبيرة على مستوى الساحة الأردنية فريق الحسين فريق عريق جماهيره خلفه دائما تتمنى دائما أنه فريق يتقدم أكيد بلا شك لكن قد يكون بداية الموسم كان الطموح واضح للجميع يعني حتى كل ياتنا إحنا كرياضيين كنا مراهنين أنه فريق الحسين أنه يعني يكون موجود في البطولات سواء في الكأس أو في الدوري لكن أنا باعتقادي قد يكون بعض الظروف ما ساعدت لكن أنا بقول أنه الناس من أندي مرات كثير حتى موضوع أنه ما وصلت الهدف تبعك تستفيد من الفترة اللي بتعتقدها أنها ما نجحت فيها لأنه مرات كثير الأشياء هاي بتفيدك للتخطيط للمستقبل أنا باعتقادي نادي الحسين كإدارة وحتى الجماهير يعني حضور الجماهير بأعداد كبيرة خلف الفريق إحدى النجاحات هاي اللي بتقدر تبني عليها قد يكون عدم التوفيق أنا بأكد عليه عدم التوفيق الفريق في بعض المباريات الحظ ما خدمه يعني في مباريات كثير كان هو أقرب للفوز يعني أحنا أنا بقول المرحلة القادمة إن شاء الله مرحلة إن شاء الله نقدر نمشي فيها بالخطوات اللي ممكن تحسن الصورة أحنا والأخوان بالإدارة والجماهير ودائما كرة قدم بدها صبر أكيد بلا شك يعني الصبر مطلوب النتائج مرات ما تجي زي ما أنت متوقع مرات الطموح كويس وممتاز لكن التخطيط مهم جدا في كرة القناة طيب كابتن خلال الفترة المقبلة والتحديد ما تبقى من مباريات تلياب شو المطلوب من الكابتن عيسى الترك شو المطلوب من الفريق وأنت يعني منذ استلام هالمهمة كيف شوف طلب الفريق شو بيحتاج والله أكيد هو المطلوب هو إنه تحسين صورتنا أول بند يعني تحسين صورة الفريق يعني نمشي خطوات للأمام على سنة سلم الترتيب أكيد بلا شك بلون طموح ما فيش أي عمل يعني نطمح إنه العشر مباريات المتبقية إنه نحدد مسارات كثيرة في الدوري يعني سواء بلقاءتنا مع فرق المقدمة أو حتى الفرق اللي معانا وبالتالي في شي شي اسمه مستحيل في كرة القدم سنعمل جاهدين إنه نكون إنه بصمة في هذا الدوري من خلال العشر مباريات نحاول نضع البصمة صح الظروف صعبة لكن إحنا بالنسبة إنا بدون طموح أنا باعتقادي ما بكون عمل هاي يعني اللي شعرت لدى اللاعبين في طموح كبير للعشر مباريات المتبقية في طموح لدى الإدارة وإنه طموح وجمهير إلاها طموح لكن زي ما قلت لك يحتاج فريق الحسين في المباريات القادمة إلى العمل الأكثر حتى صح الحظ مرات ما بيخدمك لكن بدك مرات تخدم حالك حتى تطلع على سلم الترتيب وأنا باعتقادي قادرين اللاعبين على مستوى عالي إنه قدموا إشي إن شاء الله طب شو نقصهم بهاي الفترة هل بيحتاجوا لتحضرات بدنية تحضرات فنية جديدة حسب وجهة نظرك منذ استلام المحمد لا أكيد هو الأمور البدنية أكيد يعني الكابتن إسلام يعني مشكور وإحنا هو الكابتن إسلام طبعا تحيات الكابتن إسلام الكابتن إسلام صحيح الكابتن إسلام قاسم كمان بدو مع الفريق وإحنا كلياتنا بنكمل بعض عادة يعني ولكن بتعرف مرات كمدرب يعني من خلال يعني بحكي لك من خلال تجربة طويلة إنه مرات كثير إنه الحظ ما بيخدمك أو فيه ظروف معينة ممكن توقف معك فتأثر إنه تبتعد يعني أنا باعتقادي إنه إحنا كفريق حسين موضوع ليس بدني وموضوع ليس فني قلت لك يعني والتوفيق أي واحد لقم اثنين إنه نحاول نسوي ردة فعل لدى اللاعبين وبالتالي نمشي بالخطوات المطلوبة لكن بالنهاية النتائج مهمة بالنسبة للمحل القادم مهمة إنه زي ما قلت لك نحسن الصورة هاي مهمة جدا لازم يكون إنه بصمة في هذا الدول طيب يعني فيه سؤال من الجماهير كابتن دائما ببعتونه لازم أسألك إياه واليوم رح أسألك إياه يعني دائما بيحكوا لكابتن عيسى الترك ربما ملعب بطريقة دفاعية متحفظة يعني كثيرا بعض الشيء ومع الحسين إربد جماهير الحسين وطبيعته بتحب اللعب الهجومي بتحب الأداء السريع فإنت إجابتك هذا الموضوع شو رح تعمل يعني بيعتقادك الحسين كان من بداية الدولة بلعب مهاجم لا مش بيعاب مهاجم أنا بالنسبة للتكتل الدفاع الحسين إربد أصلا عنده مشكلة في موضوع الخط الخلفي فهذا أنت رح تفيدهم فيه بشكل كبير لكن أنت كطريقة الكابتن عيسى الترك هو شوف كل مدرب له طريق شو مورينو مثلا مورينو من أحسن مدربين العالم مثلا نمي مثال على ذلك بلعب بطريقة أنه لازم يكون فيه على مرتدات فيه انضباط انضباط واضح لدى صحيح يعني خلن بلاش نكون بعد شوي على مستوى المحلي الأهلي أهلي بلعب بانضباط وتمركز دفاعي على مستوى عالي وبسوي الهجم المرتدة على مستوى عالي وبنشوف بقدم مستويات طيبة وهي هاي إحدى يعني عندك استراتيجية عادة استراتيجية أنت بتشتغلها مثلا مثلا كلنا بنتمنى أنه تشوف كرة هجومية أكيد بلا شك لكن كرة تقدم 50% مهاجم صحيح 50% مدافع صحيح فمش معقول يعني مثلا بيجي يقول لك يا أخي لعب خمس مهاجمين مثلا مثلا يعني وكي ممكن أنا نزل كل الفريق مهاجم والفريق الثاني نفرض فريق الثاني أعلى مني مثلا أعلى مني عالي كثير وتوماتيكلي راح يرجعوا مدافعين فبالتالي اللي بيشوفهم بيقول لك أولا ما هي منزل خمس مهاجمين لكن هو فعليا بالوضع بالوضع الخصم مرات بفرض عليك أنت بتفرض على الخصم هي الطريقة مش دفاعية وجوز تستغرب اللي بدأ أقول لك يا أين معظم التدريبات أنا كنت أدربها بنادى الجزيرة بالسنوات اللي قضيتها بالجزيرة صدقني معظمها 90% حالات هجومية حالات هجومية لكن في عندي انضباط تكتيكي بتثقت الطابة معناته بلك الدافع من مهاجم حتى وبالتالي هاي حكم الناس يعني أنه مدى تطلع أنه فلان بدافع فلان بيهاجم بس هو نعم أنا بركز على الحالة الدفاعية لازم تكون منضبط الدفاعية وبعدين هو ربما عانى منه الحسن إربط خلال العديد من المباريات كان يعني شوية فيه تمركز من المدافعين يعني ربما بده شوية شوية وأكيد يعني مرات وقلت لك أنا هو مرات كثير اللاعبين والانطباع لدى اللاعبين مهم جدا انطباع لدى اللاعبين مثلا فريق حسين معظم اللاعبين التفكير خنقول 70% تفكيرهم بالحالة الهجومية نعم بالحال الهجومية هو كويس ممتاز انه يكون بالحال الهجومية بس كمان لازم يكون عندك تفكير انه بس يعني في كرة القدم يعني مقولة مقولة دائما موجودة وانت مدافع لازم تفكر بالهجوم يعني أنا بدافع بس بكون بفكر بالحال الهجومية وأنا مهاجم بفكر بإيش بالحالة الدفاعية هاي كرة قدم حديثة اللي هو انه التقال من الحالة الدفاعية للحال الهجومية من الحالة الهجومية الحالة الدفاعية فبالتالي أنا بقول هي صح أنه بقول أن عيسى ترك مثلا بحب الحالة الدفاعية هو لا مش هيك بالضبط يعني أنا بحب الكرة الهجومية لكن في الضباط الحالة الدفاعية يعني هيك أنت كابتن خلص طمنت جمهور الحسين وأيضا وضحت الصورة بشكل كامل إحنا جدا مبسوطين بتواجدك معنا حبينا نسمع أخبارك وآخر التحضيرات فكل الشكر لحضورك معنا وتوجدك معنا اليوم الله يبارك فيك يا سيد شكرا لكم شكرا لك